أهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان المياه في قلب العمل المناقي وده كان عنوان أسبوع القاهرة للمياه الانطلاق بكلمة من سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فيها أن تطور المتسارع للحضارة الحديثة زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حريقة نحن النهاردة نتكلم مع حضرتكم عن مسألة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية خاصة أن مؤتمر المناخ تم تخصيص فيه جلسات نقاشية وتفوضية حوالين المخاطر التي تتعرض لها الموارد المائية على هذا الكوكب خلونا نرحب مع حضرتكم بضيفنا النهاردة دكتور عيد الرقحي مسؤول ملف المياه بوزارة البيئة سبع الخير على حضرتك السبع الخير الأطرحات الموجودة والحلول الموجودة في أسبوع القاهرة للمياه وهيتم مناقشتها وطرحها خلال مؤتمر المناخ الشهر القادم في شرم الشيخ فيما يخص تأثير المسطحات المائية بالتغيرات المناخية بالنسبة لهذا المنتدى المنتدى العام الخامسة على التوالي في الحقيقة المنتدى كان بدء محلي في البداية لكن وصل خلق خمس سنين لفترة أولئية لقوي أن أصبح هذا المنتدى منتدى دولي بدليل نسبة المشاركة الموجودة فيه يعني نتكلم في أكتر من ألف مشارك 16 وفد وزاري في 54 وفد رسم هذا المنتدى هو عبارة عن مش هقول مؤتمر علمي لأنه هو بيتكلم على حلول تنفيذية وتطبيقية بيجمع قادة العالم في ملف المياه الأسدزة والباحثين والمهتمين بشأن المياه بصفة عامة يمكن استند لي خصوصية لأن هذا المنتدى يعتبر تحضير لمؤتمر كمة المناخ إن شاء الله بعد فترة قريبية وكان فرصة أن مصر تتوحد الرؤى ويكون فيه بلورة لوجهة نظر الدولة المصرية في تغير المناخ والحقيقة كان فيه مجهود غير عادي يبوزل في هذا الملف أن يتم إدراج المياه في كمة المناخ كان الأول مفاوضات أن يتم الإدراج فقط كنوع من أحد المحاور لكن مجهودات اللي تمت مستدى الوزراء خاصة مع الوزيرة دكتورة ياسمين فؤاد وبصراحة بزد مجهود غير عادي في هذا ملف بمعنى أن قضية المياه أصبحت هي الأولوية في المؤتمر القادم إن شاء الله وده الأسباب تتعلق بمصر تعالق من طالع أربعية وتتعلق بالعالم كمان اللي حيجي أصلاً في كوكتو وينتي سيفن وحيبقى شاهد ولازم يشارك فيه يعني دفع تمنى الأضرار اللي عملها بالدول التانية اللي اتضرد بسبب احتباس الحرارة أو غازاته المسببة لإحتباس الحرارة طيب عشرين وعشرين مصر عملة إيه في ملف المياه أنا عايز من حضرتك لغة الأرقام يعني كلمنا عن المشاكل هل فيه تصحر هل فيه شحة هل فيه فقالنا بنعمل إيه هنروح لفين أيضاً احنا عملنا توسع في طفرة في قصة المعالجة المياه أظن برضو مشروع هيا كريمة كان ليه باع طويل في هذا الأرض احنا كده نرجع للنقطة أساسية الخاصة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر والإدارة المتكاملة ديه استراتيجية وطنية لموارد المياه في مصر لحد سيادة عشرين سبعة وتلاتين وتضمن بند مهم ومحور أساسي لهذا الموضوع اللي هو الكفاءة استخدام المياه بمعنى أننا ببدأ من أول ترشيد استخدام المياه عن مستوى الأفراد حتى عادة استخدام المياه مرة أخرى في المنشوعة الكبرى لو قسمنا كفاءة استخدام المياه هنتكلم على المنشوعة الكبرى التي تمت في مصر زي المنشوعة المحسمة ده محطة 2 مليون متر ومكعب يومياً تقريباً ده تستغل حالياً لزراعة وسط سيناء وبعد كده تم في ستاح محطة بحر بارخم المياه إيه وتكررتك؟ مياه صرف زراعي وتم تكرير هذا المصطلح التكرير هو فيه خلاف عليه لكن هو تم اتفاق عليه شيء معي هذه المحطات يا سيدي تم تنقية وتنقية هي هذه المحطات ليس على محطات معالجة وتنقية وتكرير هي محطات تحسين نوعية مياه مصارف مختلطة لأن هي مش محطات معالجة وده ما يضرش لا بالعكس هي مفيدة مفيدة آه المحطة المعالجة تنطبق فقط على الصرف الصناع والصرف الصحي لكن الصرف الزراعي المسمى العلمي لهذه المحطات هي محطات تحسين نوعية المياه مش هبقى فيه أسميدة مش هبقى فيه مفيدات الدزاين الخاص بالمحطات بيعتمد على المعالجة الكيميائية ومعالجة بيالوجية فبيضمن إزالك كافة هذه الملوثات والمية اللي بتخرج بتخرج طبقا لكود يعني طبقا لنوعية وكاركتيريا معينة بالنسبة للمياه تصلح للزراعة وإحنا مش بنشرح حاجة جديدة ده بيحصل في العالم كله هو زيادة عندنا حجم المشروع يعني احنا كان المشروع الأول في العالم بهذا الحجم المحسن سبقنا خطوة شوية نفذنا محطة بحر بقى الخمسة 18 اللي هي إلى الآن هي أكبر محطة على مستوى العالم كفكرة وكأنشئات وكحجم أنا اللي أقصده أنه ما فيش داعي أن حد يقلق من استخدام هذه المياه لأنه ده بيحصل قبل كده لا المياه المياه أمنا تماما وتستغل في الزراعة وبضابط شي ده جدا وحتى يعني المتابعة أنا مش هقولش به يومية لكن احنا كنا نسا مبارح بنتكلم على مبارح كان فيه لجنة مبارح خاصة بالحمقة اللي خارجة من المحطات كمان يعني كل مخرجات المحطة إن كان مياه أو حمقة بيبقى فيه ضوابط ومعيير بيقية بحيث أن نضمن سلامة استخدام احنا بقينا كم في المياه استخدامنا بالنسبة لتكرير المياه الأراضي الزراعية حاليا 23% إن شاء الله من المشروع الجديد إن شاء الله 24% من مجمل موردنا المائي مكرر معالج جاسي محسن 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 المشروع الجديد إن شاء الله اللي هو مشروع الدلتة الجديدة محطة الحمام محطة تحسين نوعية مصارف غرب الدلتة في الحمام ودي إن شاء الله المستهدفة أن هي تزرق أكثر من نصف مليون فدان وده تستوعي بسبع ونصف مليون متر مكعب يومياه طيب وحضرتك بتتكلم عن الدلتة من أكثر المناطق المهددة بسبب التغيرات المناقية آليات حمايتها إيه الخطط اللي توضعت علشان يتم تنفيذها لأننا نتكلم من الوقت أنه ما فيش وقت لنقاشات بدون تفعيل بدون تنفيذ أنا هتكلم بس في نقطة طين إننا المرحلة إحنا فيها حالياً من مرحلة تنفيذ وليست مرحلة سياسات وأبحاث وده أهمية مؤتمر الجان المؤتمر المناخ القادم هو مؤتمر تنفيذ المقام الأول إحنا تخطينا مراحل الدراسات والأبحاث والمفاوضات حالياً بنتكلم إحنا هنشتغل إيه وهننفذ إزاي ده نقطة المهمة نقطة التالية إن إحنا الدلتة فيه مشروع بالفعل يتنفذ وكان وزارة البيئة ساهمت بتمويل هذا المشروع وده خاص بالإدارة المتكاملة لمناطق الساحلية في خمس محفظات وده بيعمل على حماية المنطقة الساحلية بالنسبة لارتفاع منسوب المياه وكمان منضمن عدم تسريب مياه الملحة لمياه الجوفية في الجزء الشمالي في الدلتة لأن ده لو حصل وده من ضمن الآثار السلبية لتغير المناخ ده معناه التملح والطربة ده معناه خفض انتاجية في المحاصيل وما له من تابعات اقتصادية واجتماعية فده بحلق مشروع تليمين إنتهى تقريبا ومنهم مشروع كحافيسكندريا اللي هو الحواجز الخاصة بالشاط وفي حالان بيتم في بروسعيد وفي كذا محافظة خمس محافظات بيتم رفع منسوب الشاطئ كمان كل طبعا بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الرأي احنا عملنا برضو عدد من الحكومة أو الدولة المصرية عملتها اللي هي السلع أو الزراعات كثيفة لاستخدام للمياه رشدناها أو الحكومة قالت لوزارة الزراع عن طريق الإشارة الزراعي يعني نوقف شوي ايه المحاصيل اللي تم يعني توقف أو وايه المحاصيل برضو اللي زادت يعني هو فكرة تشريد استخدام المياه من ضمن بنودها المهمة بالنسبة لنا اللي هو استبدال طرق الرأي كان الرأي بالغامر ده هذيه الطريقة البدائية والتقليدية بسهل كماية كتير جدا وزارة الرأي الزملاء مع تنصيق مع وزارة الزراع نفذوا مساحات شاسعة جدا بين خصوات التوعية والتمويل كمان بحيث أن معظم الزراعات تتم بالطنقية وبالرشن وكل المشروعات الجديدة كمان تبتين الطرع كمان متهيالي فات كتير في هذا السياق اه بزرطة فان كل المشروعات الجديدة كان في المحسمة أو بحر بقر أو دلدة جيدة كل هذيه المشروعات مش غمر تماما دي كلها بالطنقية وبالترزيز لكن أنا عايزة أخش في نقطة مهمة أو خاصة بإعلاقة الصناع بالتأثير على نوعية المياه بمعنى احنا الكلام بصفة عامة على مساء استراتيجي يتكلم عن عادة استخدام المياه في المصارف الزراعي لكن احنا وزارة البيئة ركزنا على المنبع نفسه نعتبر نفسنا كوزارة البيئة خط الدفاع الأول لهذه المشروعات بمعنى أنه بيتم تجميع المصارف لمحطات تحسين تصدم في الزراع احنا نشتغل على نوعية المصارف نفسها وبندور إيه اللي بيرمي مياه على المصارف ونشتغل عليه نجاحنا بفضل الله أن احنا في بحيرة مريوط وبحيرة إتكو والبرولوس دول تماما خلاصنا المشروع بتاعتهم أصبحت مياه مطبقة تماما الأهم من كده أن احنا اشتغلنا على عادة استخدام المياه في الصناع وده جزء المهم بالنسبة لنا حاليا بمعنى بمعنى أن احنا نفذنا مشاكتر جدا في ستة أكتوبر تحديدا احنا وصلنا السنة دي حوالي بنوفر يوميا حوالي عشرين ألف متر مكعمة هذا الرقم ممكن يكون باين هو رقم مليل بس أننا لما وفر بمعنى إزاي يعني بالنفذ معهم محطات معالجة يضمن المياه الخارجة من المحطة ترجع الصناع تاني تماما فبدلا من مصنع يستهلك ألف متر في اليوم مثالي خمسمية بس بس لدور التبريد يعني أو زي دورت اه يعني حاجة زي كده ممكن يخش تاني في العملية الصناعية الرقم عشرين ألف ممكن يبني أوليه بس هذا الرقم يكفي يوميا مئة ألف نسمة فبالتالي أنا أنا كان بشي محتاج أعمل محاطة شرب اللي مكان تاني فأنا بشتغل كده على الصورس نفسه على مصدر التلوث نفسه مصدر وخصصاً الصناعات اللي هي كسيفة متحكم في مسألة الهدر اه بالضبط يعني كده بشتغل على المنبع نفسه الأهم من كده أن احنا في بعض الصناعات زي غازي ونسيق الشغالين حالياً على تطوير الصناعات نفسها يعني فيه حالياً تمويل حالياً بيتمم الوزارة في المغاسل الموجودة في صناعات الصباغة والغازي ونسيق أن احنا حالياً فيه مفاوضات مع المستثمرين أن الوزارة هتولى التمويل الخاص بالمغاسل اللي توفر 40% من السلق الماية فإحنا الوزارة بيئة احنا نشغالين على الأرض مع السل مشكلة تقول ده علشان في النهاية أوصل مياه للمصرف تكون مقبولة بحيث أن هي هتقابل بحكدها في محطة معالجة مركزية اللي هي محطة تحسين مركزية للمصرف ده في النهاية بيخافف الحمل البيئة على المصرف بيخافف الحمل البيئة اللي داخل المحطة لو غرب منها تحسين المياه وبالتالي أضمم مياه خارجة من المحطة تصلح للزراع طيب إحنا عملنا أسبوع الكهرة المياه ومعنا ورقة مهمة جدا وحطينا فيها المشاكل الخاصة بتاعة مصر من المياه سواء تصحر سواء جفاف سواء مش عارف إيه سواء 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 هنعمل بيها إيه في قمتن سيبوت هو الورقة المطروحة حاليا هي مش ورقة مش ورقة مش ورقة مشاكل هنحن نتكلم على حلول والبحث والتمويل إحنا يعني أعيدي الكلام مرة تالي مرة هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذي إحنا نقدمين عدة مبادرات خاصة بالتكيف بني أعمل أطروحات يعني مشروعات متكاملة مشروعات متكاملة المظلوب من الدول المسابلة في هذا عالش حالك قلت تكيف يعني إيه تكيف في قطاع المياه التكيف معناه الإجراءات المتخذة من الدول هي تقلل من حدة التأثير السلبي الناتج من تغيير المناخ وده بيكون على المستوى الاستراتيجي بمعنى على مستوى مثلا معالجة المياه إيه دور الدولة في النهاية يعني مشاريع المعالجة نوع من أنواع التكيف مع التغييرات المناخية الحاصلة على المسطحات المياه وتطوير الرأي ده نفس الكلام استخدام الطاقة الشمسية في الرأي ده ما يعرف بالأنظمة المرنة في قطاع المياه أنظمة المرنة مشتحديداً بس هو إن إحنا عندنا مشكلة فإحنا إزاي نتوافق معاها طبعاً مش عارفين نوقفها وده نكن نكلام معي الوزيرة من يومين إن إحنا لازم يكون عندنا هدف واضح ومحدد كمياً وإحنا راحين تتغير مناخ المؤتمر القادم إن إحنا هذه المشروعات بتتكلم على تحمل زيادة درجة النص تاريب الخوف إن يحصل زيادة أكتر من كذا إن إحنا هذه المشروعات مصممة إننا لدرجة النص زيادة عندي معناها إن البخرة هيزيد معناها إننا البحيرات هيحصل فيها ملوحة زيادة معناها إن يحصل تصحر زيادة تأثير على الأمن الغذائي الأمن الغذائي أحراج عشان نكون متفقين الأمن المائي والأمن الغذائي هم وجهان نعملة واحدة صحيح أي خلل في الأمن المائي يؤثر تأثير مباشر وده في النهاية كلها تأثير سلبي ناتج عن تغير المناخ ويمكن قابلنا حالياً العمل في المؤتمر في المنتدى الخاص في الأسبوع قرمية الهدف الأساسي اللي هو زيادة وطيرة العمل المناخي للآن إحنا قابلنا زروف سسنائية خلال سنتين الفقر كان جائحة كورونا أو الحرب الروسية لكورونا ظهرت مشاكل كانت مؤجلة المعناها إن فيه خالف الإمدادات ويجب أن كل دولة تلجأ إن هي تأمن نفسها غذائياً صحيح لأن إحنا لأسف شديدي إحنا من استورة حواستين في الماء من المواد الغذائية من نسبة مصر وفي نفس الوقت عندنا فقر مائي وعلى أعتاب الندر المائي نحن ينصح أحص الفرد خمسومة ثلاثين متر مكعب يومياً لو تخطينا الخمسمية دخلنا كده في ندر المائي مع العلم إن مصر من أقصر المناطق كفافاً في العالم لكن هو الخوف من التأثير السلبي في ضغر المناخ ويمكن نفسك أحساه شوية إن فيه تطرف في الظروف الجوية بمعنى إن بيحصل تباعد في فترات سكوت الأمطار وسكوت الأمطار يكون أكثر كمية أكبر شوية فده معناها أو حدة معناها سيولي نرجع لنقطة مهمة أوي وده مقياس مهمة أوي في التعامل الدول مع هذه الأزمات هي الدول المرنة في التعامل مع الأزمات هذه الدولة عندها قدرة من الصمود في التعامل مع الأزمات لا تعمل برنامج طويل الأمد يقدر يعمل واحد وعنده أنزم مبكر صحيح إنه عارف من بداء اللي بيحصل وإحنا نجحنا كحكومة مصرية في هذا الملف في منطقة بحر الأحمر وجنوب سينة يعني فيه سيول بتنزل بقالها كم سنة بس مش حد بحس بيها ده لإن حصل مخرط السيول وسدود وهكذا كل دي كلها تحت موظلة العمل المناخي ده تنصيق مباشر ما بين وزارة البيئة أو وزارة الرأي طب فيه تنصيق وتعاون على المستوى الدولي وإحنا نتكلم عن المحدودية في الموارد المائية بالنسبة للمستوى الدولي أنا عايز أقول نقطة مهمة في حكاية التنصيق الدولي أحد أزرع صوت مصر في المستوى الدولي منتدى الكهارة وده كان مهمة قوية إحنا عدنا فترة طويلة قوي بينكلم بينكلم بعض فده فرصة بالنسبة لنا أنه عندنا صوت مصري متوجه للعالم مستوى الحضور بالنسبة للمنتدى الكهارة ده معناه أن مصر لها صوت مسموع يدعم هذا وفيه رغبة الناس يسمع لأن اللي حصل في خل يومين اللي فاتوا في المنتدى المياه أن معالي وزير رأي معدودة البيئة عرضوا المبادرات الخاصة بالتكايف اللي هي هتم التصديق عليها في المؤتمر فده فرصة في هذا المنتدى أن احنا يكون فيه دعم دولي من هذا المنتدى نقطة مهمة في قصة تغرير مناقة تعديدا أن احنا مصر ليس دولة مضيفة لهذا المؤتمر فقط دولة نحن دولة تتولى فعيلة تتولى المفاوضات باسم الدولة الامية دولة الافريقية بالتحديد الأكثر تضرورا من الملاج نحن مش نتكلم مصر تحاملت هذه الأمانة صحيح وأنا أتخيل أنه نحن قابل نتحمل تتحمل الأمانة وأعطر أخي الدكتور ياسمين فؤاد بازال جهد جراء عادي في هذا الموضوع ويمكن حجب المتابعين للأخبار حاتمة كوكية من أكثر من دولة لأن التفاوض مش باسم مصر بس نتفاوض باسم دوقف ركابي الكامل وفقد أنه فيه دعم فوكي هائل في هذا الملفي صحيح على أي حال التحديات ستظل موجودة في ملف الماء في العالم بأكمل وليس فقط في مصر بالفعل في مصر فيها عدد من الأزمات الموجودة ولكن شكل المرن الحكومة قدر تتعامل بها معها من خلال أنها تعمل نوع من أنواع تكرير المياه وخصوصا للأراضي الزراعية وأيضا للمصانع أنها تعمل نوع من أنواع تبطين الترى عشان ما يحصلش هادر أنها تقدر تعمل الحكومة نوع من أنواع السيطرة بشكل كبير على الزراعات كثيفة الاستخدام للمياه كلها ربما بتمثل يعني مؤشرات للتعامل الحكومي مع قصة الأزمة المائية اللي حصلة واللي تكلمنا عنها نشكر يا جطور عيد الجرحي مسؤول ملف المياه على الوعيني ينقل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا